اهلا بكم من جديد ورعاية شركة منجي للانشاءات والاستثمار وبمشاركة 26 بلدا من مختلف أنحاء العالم وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بما تحظى به الرياضة البحرينية من رعاية واهتمام كبيرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ودعم جلالته لاستضافة المملكة لمختلف البطولات الرياضية التي تؤكد مكانة البحرين على الساحة الرياضية حيث باتت المملكة ومن خلال تنظيمها للبطولات الرياضية ما حل ثقة الاتحادات الدولية نظير ما تتمتع به من سمعة دولية متميزة في تنظيم البطولات الرياضية وقال سموهن استضافة مملكة البحرين لهذا التجمع الرياضي الدولي في مبارزة سلاح الإي بيه للرجال والسيدات يؤكد مل المكانة الكبيرة التي تحتلها مملكة البحرين بين دول العالم منوها سموه إلى أن هذه التجمعات الرياضية العالمية تعتبر خطوة همة في سبيل الارتقاء بالحركة الرياضية العالمية لما تمثل من تفعيل لطموحات الشباب العالمي الرياضي نحو تنظيم مثل هذه البطولات والدورات التي تجمعهم في مكان واحد يتنفسون فيه بكل شرف وحماسة على لقب البطولة العالمية وأعرب سموه عن سعادته برؤية هذه الكوكبة من اللاعبين الصاعدي من شتى قارات العالم في هذا المحفل مؤكدا أن لاعبي مملكة البحرين سيكونون على موعد جديد لتأكيد ما وصلت ليه لعبة المبارزة البحرينية من تطور ونمى وسيسعون بكل ثقة من أجل البناء على المنجزات وتعزيز المكتسبات التي تحققت لهذه الرياضة وأشهد سموه بجهود الاتحاد البحريني للمبارزة على حسن التنظيم لهذه البطولة كما أثنى سموه على إشهار الأكاديمية البحرينية الإيطالية للمبارزة التي تعتبر هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط مؤكدا على ريادة مملكة البحرين وهي سباقة في هذا المجال بما يؤكد ما وصلت ليه من سمعة وأنها أرض خصبة لإقامة الأكاديميات الدولية والعالمية على غرار استضافتها للبطولات الرياضية المختلفة وأشار إلى أن هذه الأكاديمية ستضيف الكثير لرياضة المبارزة في صناعة الأبطال وسقل مهاراتهم وتصدير الخبرات البحرينية للخارج ترجمة نانسي قنقر